السلام عليكم أتمنى لكم يوم جمعة جميل جمعت لكم أخبارا مهمة لهذا اليوم فلنبدأ على بركة الله تم إلقاء القبض على جندي ألماني قام بقتل أربعة أشخاص بالصباح الباكر لهذا اليوم حصلت الجريمة البشعة بمنطقة شيسل بولاية نيدازاكسن حيث قام جندي بقتل صديقته السابقة وأيضا طفل صغير وأيضا صديقها الجديد وأم صديقها الجديد ألقوا القبض عليه ووجدوا أيضا قنينة لمولوتوف كوكتيل يمكن تفجيرها بسيارة وربما كان أيضا يخطط لعملية كبيرة للتفجير حصلت الجريمة البشعة هذا اليوم الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة صباحا واتصل الجيران عندما سمعوا إطلاق النار بالشرطة التي أتت على الفور وتمكنت من إلقاء القبض عليه لحد الساعة لا توجد تفاصيل جديدة حول عمر هذا الجندي ولماذا قام بهذه الجريمة البشعة لكن على ما يبدو هي رغبة منه من الانتقام من صديقته السابقة ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني ما زال النقاش مستمرا حول مسألة إجبار طالبي اللجوء الجدد الذين لم يحصلوا بعد على إقامة ويعيشون بسكن الهيمات يعني سكن طالبي اللجوء على إجبارهم على العمل التطوعي في ألمانيا مثلا عمل النظافة نظافة الهيم أو جمع القمامة أو تنظيف الشوارع أو تزيين الحدائق إلى آخره هم يتكلمون على طالبي اللجوء الجدد لا يتكلمون على الناس الذين مثلا عندهم حماية نوية هؤلاء لا يتكلمون عنهم لا يتكلمون على من عنده لجوء كامل لثلاثة سنوات لا يتكلمون على من عنده منع ترحيل أيضا لا يتكلمون على من عندهم دولونغ يتكلمون على طالبي اللجوء الجدد الذين دخلوا جديدا إلى ألمانيا والذين ما زالوا ينتظرون ألبت في قرار لجوئهم بدأ النقاش لأن مدينة صغيرة كما نشرت لكم يوم أمس في تورينغن ولاية تورينغن ترغب بإجبار طالبي اللجوء إما على العمل التطوعي بمبلغ تمانين سنت لساعة أو يتم خصم مئة وتمانين يورو من المساعدة التي تقدم لطالبي اللجوء هذا الأمر أغضب جدا وانتقدته جمعية بخوازيل المساندة لحقوق اللاجئين في ألمانيا وقال المتحدث باسم جمعية بخوازيل التي تدافع على حقوق اللاجئين في ألمانيا قال إنه أمر عنصري وغير إنساني الإشارة إلى أن اللاجئين غير راغبين في العمل واعترض أيضا المتحدث باسم جمعية بخوازيل وقال أولئك الذين يطالبون ويأتون إلى ألمانيا من أجل طلب الحماية يضطرون إلى العمل في ظروف استغلالية بمرتب تمانين سنت للساعة بالمقابل يتم رفض تصريح العمل للعديد منهم فهو لا يرى وقال لا يعقل بأنه طالب اللجوء يرفض لهم تصريح العمل لكن بالمقابل يجبرون على العمل لتمانين سنت للساعة أيضا حزب اليسار أعرب عن اعتراضه لمثل هذا المقترح وقال حزب اليسار أي شخص يستخدم اللاجئين كعمالة رخيصة مقابل تمانين سنت للساعة فهو يقود ويلتف حول قانون الاتفاقيات الاجتماعية للمرتبات والحد الأدنى للأجور وقال أيضا حزب اليسار لو تم هذا الأمر فعلا وإجبار طالب اللجوء على العمل بتمانين سنتا للساعة فإن من يجبرهم على هذه الأمور يجعل اللاجئين هم من يقومون بدور تخفيض الأجور وحضر أيضا حزب اليسار من هذه الخطوة وقالوا بأن هذه الخطوة لن تعزز الاندماج بل سوف تؤدي إلى المنافسة مع الأشخاص في قطاع الأجور المنخفضة لكن ماذا يقول القانون الألماني بمسألة إجبارية طالب اللجوء الجدد على العمل بتمانين رمزي يوجد هذا الأمر بالفقرة الخامسة من قانون أزول بفيربا لايستونكس جيزيتس قانون المساعدة المالية لطالب اللجوء وتقول الفقرة الخامسة من لديه القدرة على العمل ولا يعمل وليس بسن المدرسة ملزمون بالقبول بفرص العمل التي تقدم لهم يعني القانون هنا واضح والقانون يسمح أيضا بالعمل التطوعي لصالح المجتمع أيضا رئيسة حزب اسبيد الاشتراكي زاسكيا اسكن غير متحمسة لهذه الخطوة وقالت ألبانيا تعاني من نقص حاد في العمالة المهارية فسيكون أفضل توظيف اللاجئين بطرق سريعة وغير معقدة ويكون توظيفهم أيضا توظيفا دائما أنا من رأيي سوف يكون جميلا ورائعا لو تم منح تصاريح العمل أيضا لطالب اللجوء وطالب اللجوء يعملون ويبحثون عن عمل أصدقائي ويكسبون قوت عيشهم بنفسهم وسوف يساعدهم هذا الأمر على الاندماج الكامل في ألمانيا ويحصلون على مرتب مناسب يكفيهم للعيش الكريم في ألمانيا بدأ سحب حق العمل منهم وإجبارهم على العمل بتمانين سنة للساعة لماذا لا يمنح لهم حق العمل ويبحثون عن عمل ويعملون بمرتب جيد ومرتب يضمن لهم الحياة الكريمة ويجعلهم لا يحتاجون إلى المساعدة المخصصة لطالبي اللجوء سبق أن نشرت لكم أصدقائي قبل يومين عن قصة الأم في النمسى بمدينة كخيمس التي صدمت الجميع التي قامت بتعديب طفلها وأيضا احتجازه وسجنه في صندوق للكلاب أخيرا صدر الحكم على الأم البالغة من العمر 33 سنة بالسجن 20 سنة نافدة لأنها قامت بتعديب ابنها هو الآن عمره 13 سنة وعدبته عندما كان عمره 12 سنة وكانت تقوم باحتجازه بصندوق الكلاب وتغلق عليه هناك وتصب عليه الماء البارد وتمنع عليه الأكل وتقوم بضربه وأيضا تهمت سرقة حريته وإهانته صديقتها التي كانت تشجعها على هذه الأمور عمرها 40 سنة حكم عليها بالسجن 14 سنة سجنا نافدا بتهمة المساعدة على هذه الجريمة البشعة وتشجيعها على التعديب وسرقة الحرية دمرت نفسية الطفل بشكل كبير أصبح يعاني الآن من مشاكل وأمراض نفسية كبيرة نتمنى له الشفاء العاجل لأنه تعرض إلى تعديب لمدة طويلة إلى التجويع إلى الإهانة إلى سلب الحرية إلى وضعه بصندوق الكلاب إلى صبه بالماء البارد أيضا لساعات طويلة عندما سألوا الأم لماذا كانت تقوم بهذه الأعمال البشعة ضد ابنها قالت لقد كان ولدا عصبيا وكان يتبول بالفراش وهي كانت ترغب بتأديبه واستمعت إلى نصائح صديقتها واستعملتها لأنها كانت ترغب أن يصبح طفلا مطيعا وطفلا لطيفا أيضا حكم على الأم وعلى صديقتها بأن يدفع غرامة مالية وتعويض للطفل يبلغ 80 ألف يورو ما رأيكم أصدقائي بالعقوبة السجنية التي الآن حصلت عليها الأم 20 سنة وصديقتها 14 سنة وما رأيكم بالتعويض 80 سنة هل هي عقوبة سجنية في محلها أم أنكم ترون بأنها بعض الشيء قليلة نمر الآن إلى آخر موضوع تتكلم عنه الصحافة الألمانية ونشرته الجريدة الأمريكية نيوز ويك وتكلمت على أفضل 20 مستشفى في ألمانيا نشر أيضا بالصحف الألمانية عمل تصنيف لجميع المستشفيات الألمانية البالغ عددهم أكثر من 200 مستشفى في ألمانيا الآن سوف أخبركم ما هي أحسن المستشفيات الألمانية من ناحية العلاج من ناحية الطاقم الطبي ومن ناحية الطاقم الصحي والعناية الصحية المركز الأول هي مستشفى شاغتي في مدينة برلين وهي مستشفى الجامعي لمدينة برلين سوف تلاحظون بأن أحسن المستشفيات الألمانية هي المستشفيات الجامعية المستشفى الجامعي باللغة الألمانية هي أونيفرزيتيت كلينيكم المركز الثاني المستشفى الجامعي لمدينة هيدلبرغ المركز الثالث المستشفى الجامعي لمدينة مونشن المركز الرابع مستشفى كلينيكم غشتس دا إيزا وهي تابعة أيضا للجامعة التقنية لمدينة مونشن المركز الخامس ميدتسينيش هوخشول هانوفا أيضا تابعة للمدرسة العلية الجامعية لمدينة هانوفا المركز السادس المستشفى الجامعي لهمبورغ إبندورف المركز السابع المستشفى الجامعي لمدينة فخايبورغ المركز الثامن المستشفى الجامعي لمدينة كولن المركز التاسع المستشفى كارل غوستاف كاغوس بمدينة دريسدن المركز العاشر المستشفى الجامعي لمدينة بون المركز الحادي عشر المستشفى الجامعي لمدينة تيبينغن المركز الثاني عشر المستشفى الجامعي لمدينة إغلانغن المركز الثالث عشر المستشفى الجامعي لمدينة أولم المركز الرابع عشر المستشفى الجامعي لمدينة أسن المركز الخامس عشر المستشفى الجامعي لمدينة فرانكفورت أم مين على نهر المين مركز السادس عشر المستشفى الجامعي يوهانس جوتنبيرغ أونيفرزيتيت لمدينة ماينس المركز السابع عشر المستشفى الجامعي لمدينة جوتينغن المركز الثامن عشر المستشفى الجامعي لمدينة دوسلدورف المركز التاسع عشر مستشفى غوبيات بوش كرانكنهاوس لمدينة شتوتغارت والمركز العشرين المستشفى الجامعي لمدينة فوتسبورغ كما تلاحظون أحسن المستشفيات الألمانية هي المستشفيات الجامعية لأنها تتبع للجامعة وتحصل على تمويل جيد ويعمل بها أطر طبية وصحية جيدة وبها مختبرات جيدة فأحسن المستشفيات في ألمانيا هي المستشفيات الجامعية حسب الترتيب الذي الآن استمعنا له كي تتوصلوا دائما بالجديد اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وانصروا الفيديو كي يستفيد أيضا عدد كبير من الناس أتمنى لكم يوم جمعة جميل إن شاء الله شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء